اشتركوا في القناة لعب خلالها دورا حيويا ومهما تواكب مع حركة النهضة والتنمية التي شهدتها البحرين طوال هذه الأعوام واليوم يأتي مشروع تطوير مطار البحرين الدولي ليكون من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة بما يخدم التوجه لتنشيط حركة السفر والسياحة إلى البحرين وتعزيز موقعها كنقطة ربط بين الأسواق الإقليمية والدولية يشتمل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي على أعمال مبنى للمسافرين بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 200 ألف متر مربع وهو ما يوازي أربعة أضعاف المبنى الحالي ويحتوي على أربع عشرة بواب طائرات قادرة على التعامل مع طائرتين في الوقت نفسه إضافة إلى مرافق من بينها موقف للسيارات يستوعب ثلاثة آلاف سيارة ومن المؤمل أن يرفع المشروع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أربعة عشر مليون مسافر سنويا في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ثمانية ملايين مسافر سنويا كل ذلك يجري وفق أفضل التقنيات التكنولوجية وبمراعاة المواصفات العالمية في بناء المطارات الحديثة مشروع ضخم يتماشى مع قدر الطموح وحجم الإنجاز وحركة النماء المستمرة في القطاعات كافة في المملكة والتي يقودها جلالة العاهل المفدة بكل حكمة واقتداره من خلال حكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إنجاز يتطلع إليه المواطن بما سيوفره مستقبلا من عناصر التنمية وخدمات عالمية وجودة في الأداء بطموحات كبيرة ونظرة شاملة ملؤها التطور والحداثة في مجال قطاع الطيران المدني